البرلمان الفرنسي الهيئة التشريعية للحكومة مجلس ثنائي التمثيل فهو يتكون من مجلس الشيوخ الفرنسي السلطة الأعلى والجمعية الوطنية الفرنسية السلطة الأدنى يتضمن البرلمان الفرنسي تسعمائة وخمسة وعشرين عضوا ينقسمون إلى ثلاثمائة وثمان واربعين سيناتور في مجلس الشيوخ وخمسمائة وسبعة وسبعين نائبا في الجمعية الوطنية مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي يشكل إلى جانب الجمعية الوطنية الفرنسية الهيئة التشريعية لفرنسا يتألف المجلس من ثلاثمائة وثمان واربعين عضوا ينتخبهم مائة وخمسون ألف عضو من أعضاء الجمعية الوطنية والسياسيين المحليين في انتخابات غير مباشرة وكذلك من قبل المواطنين الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج فترة انعقاد مجلس الشيوخ ست سنوات مع التجديد النصفي للمقاعد بالانتخاب كل ثلاث سنوات ويتمتع مجلس الشيوخ بأهمية وصلاحيات أقل من الجمعية الوطنية على الرغم من أن مجلس الشيوخ يحتفظ بدور في بعض الإجراءات الرئيسية مثل التعديلات الدستورية والتشريعات الخاصة به الجمعية الوطنية الفرنسية دورها الرئيسي هو مناقشة وتعديل والتصويت على القوانين والتشريعات وبعكس مجلس الشيوخ الفرنسي لديها صلاحية إسقاط وتغيير الحكومة ويتكون المجلس من خمسمائة وسبعة وسبعين نائبا يتم انتخابهم عبر الاقتراع العام المباشر في شكل اقتراع على دورتين وذلك لمدة خمس سنوات وعلى الرغم من أنه يوجد في فرنسا نحو أربعمائة وثماني حزب سياسي إلا أن نحو خمسة وعشرين فقط منهم ممثل في البرلمان الفرنسي بغرفتيه وبسبب نظام الحكم الحزبيين يسيطر حزبين فقط وهما الحزب الاشتراكي والجمهوريون على 82% من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية و73% من مجلس الشيوخ الفرنسي ويتصدر الأحزاب اليمينية في البرلمان الفرنسي حزب التجمع الوطني بقيادة جوردان بارديلا وحزب الجمهوريين فيما يأتي في مقدمة الأحزاب اليمينية الوسط حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية وفيما يتعلق برحلة صعود اليمين المتطرف في فرنسا خلال الأربعين عاما الأخيرة فتعد الفترة من عام 1984 وحتى عام 2024 هي أعلى صعود لليمين المتطرف خاصة حزب التجمع الوطني فمنذ عام 1984 وحتى عام 2004 تخطط نسبة وجوده في البرلمان العشرة في المائة فيما تخطط حاجز العشرين بالمائة منذ عام 2014 وحتى 2019 لتبلغ خلال العام الحالي 2024 32% من إجمال مقاعد البرلمان الفرنسي ويرى الكثير من المحللين السياسيين أن نسبة سيطرة الأحزاب اليمينية المتطرفة ارتفعت مؤخرا نظرا لفشر الأحزاب التقليدية وحكومات دول رئيسية بالاتحاد في حل المشاكل والقضايا الداخلية العالقة وتحديدا المواضيع الاجتماعية والاقتصادية مثل البطالة والصحة والتعليم كما أن الأحزاب اليمينية المعارضة ركزت خلال السنوات الأخيرة في خطاباتها السياسية على فشر الحكومات والأحزاب التقليدية وتقديم نفسها كبديل جديد قادر على مواجهة كل هذه المشاكل فضلا عن تجديد مواقفها المعادية للمهاجرين